بلا شك سواء كانت التقارير الدولية أو تقارير التي تصدرها المنظمات المحلية يجب أن تقرأ هذه التقارير ويتم البحث في التوصيات أو المخرجات التي تخرج من هذه التقارير وهي مهمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في العراق والهدف منها هو كيف سجل العراق يتحسن في مجال حقوق الإنسان وليس الهدف أنه تسقيط بالعكس يجب أن نعترف ومنظماتنا نحن سنويا نصدر تقارير لكن من يقرأ هذه التقارير الحكومة لا تقرأ تقارير منظمات المجتمع المدني لكنه لأنه هذا تقرير الخارجية الأمريكية وكثير من النقاط التي موجودة في التقرير موجودة في تقاريرنا وتقاريرنا المحلية ويجب أن تأخذ هذه التقارير وتدرس حالة حالة الدراسات يوميا هناك دراسات في الجامعات العراقية ماجستير دكتوراء لا تقرأ هذه البحوث لا تستخدم هذه البحوث لتحسين وضعنا وضعنا السياسي وضعنا الاقتصادي وضعنا الاجتماعي وضعنا الحقوقي هي مشكلة لا نقرأ ولا نأخذ الاستنتاجات والتوصيات التي تخرج من هذه التقارير المخرجاتها يجب أن نتعامل كما قال الأستاذ هوشيار أنه يجب أن نتعامل معها لتحسين حالتنا ولتحسين سجلنا في مجال حقوق الإنسان نحن سجلنا بصراحة في مجال حقوق الإنسان دعونا نعترف سجل أسود ليس سجل نظيف وبدليل أقدر أجيب لك مئات المؤشرات والحوادث التي أقدر أستشهد بها لكن كيف نستفيد؟ يجب أن نستفيد من هذه التقارير وليس هي مسألة أنه الدفاع المستميد بدون أدلة وبدون هذه وإن شاء الله نريد نحجي كما قال الأستاذ هوشيار أنه الدول المتمدين تعرف كيف تستفاد من التقارير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة